السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض تورتاية سهلة ولزيزة وطعمها حلو جدا هنعملها من كيكة الفج كيكة الفج من الكيكات طريقتها سهلة وطعمها جميل وتحس كأنك من جوة حط فيها شوكولاتة هنا انا ما استنتش بصراحة على التورتا لما تسقع في التلاجة واستعجلت عشان التصوير انت لما هتسيبيها ليلة هتجمد الصوص عليها وتبقى تحفة شايفين الكيك من جوة؟ كأنك بالزبط سقيها شوكولاتة تعالي بقى نشوف المقادير عندنا كبايتين ونص دقيق كباية كاكاو وتلت بيضات وعندنا كباية ونص لبن رايب وكبايتين ونص سكر تلت تربع كباية زيت والربع زبدة وعندنا كباية ونص مية صخنة مدوبين فيها معلقة نسكافي معلقة كبيرة فانيليا نص معلقة بيكنج سودا وباكو بيكنج باودر ورشة ملح عندنا كمان صانيتين قد بعض بالزبط ده هننهم زبدة ورشين عليق ورشينهم بالدقيق هجيب بقى عندي الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج سودا والبيكنج باودر وعندنا رشة الملح كل المكونات الجفة هنقلبهم مع بعض بالشكل ده كده خلطناهم كلهم مع بعض كويس هجيب البيض والفانيليا وهنا كباية الزيت والزبدة على بعض أو زيت بس براحتك وعندي كمان كباية ونص لبن رايب وهخلطهم كويس جدا بالمدر طبعا الفرن بتاعي شغل على 180 من قبل ما ابدأ اعمل الكيك بالشكل ده اختلطت كل المكونات مع بعض والقوام ايه يعني سميك شوية هنا بقى كباية ونص مية سخنة لهي مغلية ولهي دافية وسط ومدوبة فيها معلقة نسكافيه وقلبناها كويس في الخليط بالشكل ده زمانتوا شايفين دقيقتين بالزبط وهيكون معايا الخليط جاهز شايفين الخليط بقى سايل هنا عندي صنيتين كل صنية مقاس 26 زي ما اتفقنا دهننهم من قبل ما نبدأ زبدة وحطين عليهم رشد دقيق وزعت خليط الكيك بالتساوي على الصنيتين والفرن بتاعي شغل من قبل ما ابدأ على درجة 180 هدخلهم حوالي 40 دقيقة طلعت الكيكة معايا مستوية بالشكل ده يلا نعمل السوس اللي هنحشي به الكيك عندي 3 تربع كباية لبن متلج كباية زيت كباية لربع سكر بودرة وكباية كاكاو واثنين كيس كريم شامتي واربع معالق لبن بودرة هحط كل المكونات معادة الزيت واضربهم كويس وابتدي اضيف الزيت حبة حبة اللبن لازم يكون متلج هنا خلصت كمية الزيت وخلصنا درب فيها بقى قوام معايا بالشكل ده الافضل ان احطه في التلاجة ساعتين 3 ويفضل ان انا اعمله قبل ما اعمل الكيك هنا هضيفه على الكيك بعد ما الكيك برد هضيف الصوس بالشكل ده شايفين الصوس طعمه حكاية طعمه طحفة جد وهنحط الطبقة التانية واجي على النار هحط كباية من الكريمة اللي هي المراعي كريمة الطهي بتاعت المراعي وحط عليها كبايتين ونص من الشوكولاتة المبشورة شوكولاتة مطبخ مبشورة اول ما الكريمة تسخن مش هستنى لما تغلي اول ما تسخن هحط عليها الشوكولاتة المبشورة واشيلها من على النار واعد اقل فيها لغاية ما تسيح بالشكل ده شايفين اللامعة بتاعتها هستنى لما تهدى شوية وبرح اصبها فوق الكيك بالشكل الجميل ده وهنا زينت بقطع الفراولة اظن سهلة جدا ونتجتها مش قادرة اقولك على طعمها طعمها فعلا تحف بس الافضل انك بعد ما تعمليها بالشكل ده انك تحطيها في التلاجة ليلة هتكله يشرب من بعضه والصوص بيجمد وبيبقى طعمها وشكلها خطير هنا طبعا جبت كيس كريم شانتي وخفقته بشوية لبن سائع بالشكل ده وعملنا وردات بسيطة وزينا بالكريز بالشكل ده شكلها جميل قوي بسيطة جدا بس شكلها شيك وتعمها حلو قوي اتمنى تجربوها وان شاء الله ان شاء الله تعجبكو هي لذيذة جدا وتعمها حلو جدا بقولكو انا ما استنيتش لما بردت كنت مستعجل عشان التصوير بس انتو تسيبوها ليلة في التلاجة هتلاقوا نتيجة في منتهى الجمال هنا لسه الصوص صايح لما بتبرد طبعا بتبقى حاجة تانية خالص شايفين من جوه عاملة ازاي الكيك نفسه كأنه مسقي شوكولاتة اتمنى تكون الوصفة عجبتكو لو عجبتك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته